أكيد النهاردة عيكون عندنا وقفة مع عديد من الأمور وزي ما قالوك أسامة في أوقات زي ما بتشوف مشاركة جمهور النادي لالي وأنا بقول ده الوعي في مرحلة أنت بتشوف فيها أن أنت عندك أمور داخلية تقدر تعليجها وفي مرحلة تتعلق مع أمور لازم يكون لك موقف واضح وحاسم فيها لأن زي ما بنشوفه زي ما نستعرض معنا على مدار الحلقة أسامة إزاي وأنا بكرر الكلمة دي الأهل يدفع دفعاً أنه يبقى عنده أزمة بالشكل اللي أنت ما ينفعش قدامها تتجاهلها أو تصمت بالتأكيد يا فارس خلينا نستعرض القرارات اللي صدرت من مجلس إدارة النادي الآلي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة وطبعاً القرارات واضحة جداً والنادي الآلي بيطالب بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصدقياتها من وجهة نظر النادي الآلي واللي احنا شفناه على مدار الموسم المطلب الثاني هو إيقاف حكم تقنية الفيديو في مباراة الآلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه طبعاً ده في مباراة الآلي وفرقه عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها لاتحاد المصري للكرة القدم كأس مصر والسوبر المصري الحين تنفيذ مطالب النادي الآلي والنادي الآلي بيستكمل مباراة الدوري العام بالناشئين واللعبين العائدين من الإصابة هنا في نقطتين ربما البعض يتفهم أن ده شأن يخص النادي الآلي ولكن النادي الآلي عاوز يوصل رسالة مهمة جداً أن بطولة الدوري بما أنها فقدت المصداقية والنزاهة فأنا ممكن أكملها بالناشئين عادي جداً والموقف اللي هو انسحاب أو عدم المشاركة في حالة عدم تنفيذ مطالب النادي الآلي العادلة النادي الآلي دايماً مطالبه عادلة فيه ظلم واقع النادي الآلي النادي الآلي بيرفع الظلم عنه بيطالب بتحقيق مع حكم المباراة في لقطة الجميع أقر أن الهدف صحيح لصالح بيرسيتاء ولعب النادي الآلي وبيطالب أن كده كتير مع لجنة الحكام وعلى مدار الموسم بقى واضح جداً أن فيه مفقدان للنزاهة والمصدقية وبالتالي لجنة الحكام بتغضع للاتحاد المصري للكرة القدم فبالتالي كان الكلام عن السوبر المصري وكأس مصر مش عن الدوري العام الموسم القادم لأن ده مع ربطة الأندية اللي احنا بنتمنى أن ينتقل إشراف لجنة الحكام من اتحاد كرة القدم المصري للجنة الأندية الموسم القادم إن شاء الله من كلامك أوسامة عايز أكلمكو في قراءة المشهد نفسه القرارات بتاعة النادي الآلي إحنا ليه وصلنا ليها بالشكل ده اللي أنا عايز أقوله أن يبدو أن البعض في اتحاد الكرة لا يدرك قيمة النادي الآلي وده اللي أنا بشوفه في التعامل اللي وصل النادي الآلي للحظة دي حتى الكاف عز أزمتك معاه كان فيه مواقف واضحة أنت بتنزل المباراة ليه بيتستضفها المغرب بتلاقي الكافة عسامة بيخرج يوضح ويرد ويقول أن أنت ما تقدمتش وبيتعامل معاك متسبي كان حريصا جدا على التواصل مع كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب كان حريصا أن الرد يكون من خلال الدائرة الشرعية متسبي في لحظة التتويج كان حريص أن هو يوصل لكابتن محمود الخطيب اعتذار الكاف وأن الكاف كان في وضع حرج على الجانب الآخر هنا في اتحاد الكرة البعض يتعامل مع النادي الآلي دون قدره وده غير مسموح به بالمرة النادي الآلي يا جماعة هو عصب الرياضة المصرية وده مش اجتهاد مننا آخر 20 سنة سبع دوري أبطال في أفريقيا لقول النادي الآلي لو شلتم المعادلة أنت مش موجود أنا آسف أنا أيوة أنا بقولك أنت مش موجود على مستوى الأندية آخر 15 بطول الدوري النادي الآلي بيحقق 13 منهم إذن هنا لازم تدرك قيمة النادي الآلي محدش عايز حاجة غير حقوقه محدش عايز حاجة غير أن نادي الآلي يعامل بعين الإنصاف وعمرنا منحس أن اتحاد الكرة بيتعامل مع النادي الآلي أن لا زي أزمة العطار والمدير التنفيذي أن هذا هو الأمر الواقع أعضاء مجلس إدارة بيطلعوا يقولوا نحن مخطئين البعض بيتكلم والوزارة بتحقق وبتخرج قرارات ولكن دون حساب إذن تيجي تروح للتحكيم بنفس الشكل هو ده اللي عندنا لا تاريخيا على مر تاريخ النادي الآلي الآلي ما بيتقلوش أبدا هو ده اللي عندي شكرا للمشاهدة